السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو وحكمل معكم شرح بقية دروس الوحدة الثامنة من كتابة الإنجليزي للصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الثاني وبالما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بدرسنا اليوم والذي يتحدث عن reading القراءة قبل أن أبدأ بشرح الدرس سأضع لكم أهداف هذا الدرس سنتعرف على الفكر الرئيسية من كل مقطع من النص أيضا سنبحث عن معاني كلمات الجديدة الموجودة أيضا في النص سنجب على الأسئلة التي تتعلق بالنص أيضا سنقوم بالتحدث عن بعض قصص النجاة بالحياة قبل القراءة علينا أن نفكر بقصة قمنا بقراءتها عن شخص عاشه موقف أو حالة خطيرة أو صعبة ونخبر صفنا عن هذا الشخص في درسنا لليوم سنتحدث عن ثلاث قصص لثلاث أشخاص عاشوا حالة جدا صعبة وخطيرة ونجوا بعدها بحياتهم هنا لدينا في هذه الصورة صورة محيط وهو المحيط الهادئ ولدينا هنا سفينة شب هذه السفينة أبحرت بها امرأة تدعى تامي آشكرافت تعرضت تامي أثناء إبحارها لعاصفة وأعصار جدا عنيف سنقوم بقراءة النص والتعرف على قصة تامي وقبل أن أقرأ النص سنقوم بالإجابة على هذا السؤال برأيك هذا النص سيكون عن ماذا؟ سيكون عن survival in dangerous situations النجاة بالحياة في مواقف خطيرة ننتقل إلى مقاطع هذا النص كم عدد المقاطع هنا في هذا النص؟ هناك عشر مقاطع عنوان النص هو survival against the odds النجاة بالحياة ضد الصعاب التغلب على الصعاب هو دائما شعور رائع واسألوا أي شخص قبل في كلية أو جامعة انتقائية أو فوز غير متوقع في حدث رياضي لكن التغلب على الصعاب هو ليس دائما تجربة مبهجة وخاصة عندما تكون هذه الصعاب ضد بقائك حيا نبدأ بقصة تامي تامي كانت تعرف هذا الشعور في عمر الثالث والعشرون عندما كانت تامي تبحر في جنوب المحيط الهادئ تعرضت وعليقت في إعصار عنيف الأمواج التي كانت بطول خمسون قدما أي خمسة عشر مترا طلبت قاربها واشكرافت أو تامي والتي كانت تحت سطح السفينة فقدت وعيها وعندما استيقظت بعد سبع وعشرون ساعة كان قاربها قد انقلب إلى الجانب اليمين مرة أخرى لكن العاصفة كانت جدا قوية وعنيفة مما دمر الأشرع حتى الموتور قد تعطل والراديو قد ضع فقط الموجه الذي يوجه السفينة بقي سليما وأصيبت أشكرافت أو تامي بجروح خطيرة وكانت مشوشة وليتصميمها على الحياة قامت أشكرافت بصناعة شراع وذلك من قصصات المواد وشقت طريقها إلى هاواي والتي كانت تبعد 1500 ميلا أي ما يقارب 1400 كيلو متر وبعد سفرها لميلين في الساعة وصلت أشكرافت إلى وجهتها بعد 41 يوما وقد فقدت أربعونة أي ما يقارب 18 كيلو من وزنها خلال هذه المحنة كانت أشكرافت نحيفة ومتعبة جدا عندما وصلت لكنها كانت سعيدة وممتنة لأنها تغلبت على هذه الصعاب أشكرافت والذي ما تزال تبحر أخبرت قصة نجاتها في كتاب سمته السماء الحمراء في حداد وبالاستعانة بعرض الأستاذة عائشة جزاه الله كل خير سنجب على الأسئلة التي تتعلق بأول قصة من الذي تعرض لمشكلة في هذه القصة؟ الذي تعرضت لهذه المشكلة هي تامي أولدهام أشكرافت وأين كانت هذه المشكلة؟ في جنوب المحيط الهادئ تلخيص ما الذي حصل؟ طبعا التلخيص هو ذكر النقاط الهامة في القصة ولكن باختصار كيف ستشعر إن كنت مكان تامي؟ ممكن أن نقول سأشعر بالرعب والخوف ننتقل إلى القصة الثانية إذن القصة الثانية التي تحكي عن النجاة بالحياة رغم أو ضد الصعوبات يخبرنا بها إيريك وهو لاعب هوكي يلعب في الفريق الأولوبي الوطني الفرنسي خلال أولمبيات عام 1994 وفي يوم من شهر فبراير عام 2004 انطلق لي مارك في يوم ليتزلج على الجليد في جبال سييرا نيفادا بكاليفورنيا ولكن في نهاية اليوم لي مارك نفسه بين الحياة والموت وبينما كان يبحث لمكان جيد يتزلج به أضاع لي مارك طريقه وانتهى به الأمر في البرية خلف الجبل لي مارك والذي توقع أن يخرج لساعتين ليس لديه طعام ولديه معدات قليلة وهاتفه الخلوي نفذت بطاريته فقط لديه راديو جيب لا فائدة منه وعندما أدرك أنه قد ضاع قرر أن يمضي في طريقه ولسوء الحظ فقد اختار الاتجاه الخاطئ وبعد عدة أيام قليلة تحرك بعيدا وبعيدا عن الأمن والنجاة ولمعرفته أن تناول الثلج يخفض من درجة حرارة الجسم قام لي مارك فقط بتناول لحاء الأشجار وبذور الصنوبر وبعد عدة أيام قليلة خطرت فكرة للي مارك ممكن أن تكون قد أنقذت حياته حول الراديو الجيبي الذي لديه إلى نوع من أنواع البوصلة لاحظ أنه عندما يضع الراديو في اتجاه معين فإن استقبال الموجات المحلية تصبح أقوى فاستخدم استقبال الراديو هذا كدليل لي مارك switched direction and started walking towards safety and ultimately rescue غير لي مارك اتجاهه وبدأ بالسير نحو الأمن والنجاة لأيام عانى لي مارك من الجوع ودرجات الحرارة الجدا عالية لتصل إلى التجمد وعمق للثلج يصل إلى أربعة أمتار أي ما يقارب اثنى عشر قدما في اليوم الثامن كان لي مارك جدا ضعيفا وقدماه تجمدتا حتى أنه لا يستطيع المشي أو حتى الوقوف كانت حالته جدا سيئة حتى أنه بدأ يهلوس أن حالته عبارة عن لعبة game تذكر تفكيره عندما قال أن اللعبة قد انتهت دعونا نعضبتها فقد استسلمت لي مارك كان في حالة من التعب والموت عندما وجده بعض المنقذين من خلال هوليكابتر بالرغم من أنه فقد قدماه بسبب قدمة السقيع لي مارك's survival experience left him with more of an appetite for life than ever before إلا أن تجربة مايك للنجاة بالحياة جعلته أكثر رغبة للحياة من قبل وبعد أن ركب قدمان صناعيتان تعهد بأن يعود للتزلج فقط في المستقبل خطط بأن يكون أفضل تجهيزا واستعدادا إذن سؤالنا الأول عن هذه القصة من تعرض للمشكلة في هذه القصة كان لي مارك وأين حدثت هذه القصة هل يمكنكم تلخيص ما الذي حصل؟ التلخيص سيكون بالنقاط الرئيسية وباختصار ماذا ستفعل إن كنت مكان لي مارك؟ Of course I will not give up and I will look for a solution to save my life وسأبحث عن حل لإنقاذ حياتي في بعض الأحيان البعض يدين لبقائه حيا ليس لنضاله ولكن للطبيعة طبعا ليس للطبيعة ولكن بقدرة الله عز وجل وبإرادة الله نحن نبقى على قيد الحياة ونأخذ الحالة المذهلة لميتسوكاتا يوشي كوشي في أحد أيام البرد من أكتوبر عام 2006 كان يوشي كوشي مع مجموعة على الجبر قرب اليابان بعد أن تجول في حقل بمفرده تعثر يوشي كوشي واصطدم رأسه وغاب عن الوعي أو فقد الوعي وكما تذكر يوشي كوشي قال كنت في الحق وشعرت بالراحة هذا كان آخر ما أتذكره لقد بقي غائبا عن الوعي في درجة حرارة التجمد بدون طعام ولا ماء لأكثر من ثلاث أسابيع بعد أن وجدوه في الحقل المتجمد بعد 24 يوما من سقوطه بدأ أنه لا يتنفس ولا يوجد لديه نبض ودرجة حرارة جسمه تقارب ثلاثون درجة أقل من الطبيعي وعضاءه كانت لا تعمل واعتقد الأطباء أنه ميت لكن شيئا لا يصدق قد حصل بينما كان في مستشفى دينة كوبي العامة ومما أثارت دهشة أكثر أن يوشي كوشي قد تعالج من انخفاض حاد في درجة الحرارة ومن فقدام الدم وأصبح متعافيا تماما اعتقد الأطباء أن جسم يوشي كوشي دخل في حالة مشابهة لحالة السبات الشتوي في حالة السبات الشتوي فإن درجة حرارة جسم الحيوانات تصبح منخفضة وضربات القلب تصبح أيضا بطيئة والسبات الشتوي يقلل من الحاجة إلى الطعام ويحمي الحيوانات من تلف الدماغ وبقية الأعضاء الأخرى إذن أسئلتنا لهذه القصة من الذي وقع في المشكلة في هذه القصة كان ميتسوتاكا يوشي كوشي كانت في جبل في غرب اليابان هل يمكنكم أيضا اختصار وتلخيص ما الذي حصل؟ نختصرها بنقاط رئيسية وهم ماذا تعلمت من هذه القصة؟ تعلمت أن الحياة والموت هي بيد الله وحده سبحانه وتعالى إذن I learned that the life and death are in the hands of Allah alone stories like these remind us that even when we are in a situation that seems impossible we should never give up hope قصصا مثل هذا تذكرنا أنه حتى وإن كنا في مواقف تبدو أنها مستحيلة فيجب علينا أن لا نفقد الأمل After all, there is always a chance that you will succeed against the odds وبعد كل ذلك هناك دائما فرصة للنجاح رغم كل الصعوبات ننتقل إلى after reading answer the questions سنجب على الأسئلة التي تتعلق بهذا النص السؤال الأول كيف تغلبت Ashcraft على الصعوبات؟ لقد عاشت وصنعت منزلها تحت كل الظروف الصعبة في أي حالة عادت بها Ashcraft؟ كانت نحيفة جدا ومتعبة كيف انتهى الأمر بليمارك أن يكون في حالة خطيرة؟ لقد ضاع في الجبال ولم يكن لديه أي لوازم ولم يكن هناك طريقة للاتصال لطلب النجدة ما هو القراران الذي اتخذه مع ليمارك والذي ساعده على النجاة بحياته؟ لم يتناول الثلج وستخدم راديو الجيبي ليدله على الاتجاه الصحيح كيف انتهى الأمر بيوشي كوشي أن يغيب عن الوعي في الحقل الجليدي؟ لقد سقط بينما انطلق وحده في الحقل كيف كانت حالة يوشي كوشي مشابهة للثبات الشتوي؟ درجة حرارة جسمه قد انخفضت ونبضت قلبه كانت بطيئة ننتقل إلى نمبر ناين سبيكينغ التحدث نمبر ونعملوا إما ثنائي أو في مجموعات فكروا في حالات طارئة والتي تهدد الحياة مثل ماذا؟ مثل أن تضيع في صحراء أو أن تتعرض لعاصفة أو أن تحتجز في كهف في الطقس المتجمد أو أن تدفن تحت بناء مهدم بعد زلزال تحدث عن قصص للنجاة بالحياة قرأت أو سمعت عنها ما هي المميزات والصفات التي يمكن أن تساعد الشخص للتغلب على الصعوبات في حالات النجاة بالحياة؟ هل تعتقد أن هناك بعض من الأشخاص هم أفضل في القدرة على النجاة من غيرهم؟ بالطبع هناك بعض المميزات والصفات التي ممكن أن تساعد الشخص في التغلب على الصعوبات وهناك فرق ما بين شخص وآخر في هذه الصفات فبعض الناس لديهم القوة والشجاعة والجرأة والبعض الآخر ليس لديه هذه الصفات استخدم هذه المواقف الموجودة في الجدول بالأسفل وأضف مواقف أخرى هناك بعض الملاحظات كتبت لأجلك أضف أفكارك وتحدث عنها في الصف قارن أفكارك مع المجموعة الأخرى أو مع صديقك هنا لدينا نموذج للحل في تطبيق واجباتي يمكنكم الاستعانة به في كتابة حالات النجاة من الحياة والصفات التي تساعد الشخص في النجاة بحياته وأيضا الأفعال التي يقوم بها الشخص كي تساعده في النجاة بحياته والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية الشرح الدرس إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا